وتنضم إلينا من تبوك مشرفات ومدربة في أكاديمية الوطن الأستاذة هودا الحربي أهلا وسهلا بك أستاذة هودا معنا حدثين عن هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها وعن أهميتها أهلا بك أستاذة نهلا نفلا نرحب بك ونرحب بكامل فريق الإخبارية أولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين طبعا هي كانت الاتفاقية عن طريق الجندي أول للرقية التيماني من سجون منطقة تبوك تم التواصل معنا في احتياج السجينات في السجون فتم التواصل فورا مع الأستاذ سلمان العتيبي سعادة العميد سلمان العتيبي تواصل مع الأستاذ سميرة السيف مديرة معهد أكاديمية الوطن وشرحوا لنا احتياج السجينات وعلى الفور تم توفير جميع الاحتياجات وتم إقامة دورة وتم توقيعها في الغرفة التجارية يوم أمس الحمد لله جميل أستاذ هدو حدثين عن أهم البرامج المجتمعية التي تقدمونها في الأكاديمية طبعا معهد أكاديمية الوطن العالي للتدريب تم التقديم الكثير من الدورات التطويعية اللي هو عداد المعلمات وكذلك اللي هو الآن دورة استخدام الحاسف في العمال المكتبية لنزيلات السجن وكذلك في المستشفيات وكذلك في الكثير من حتى أبناء الشهداء تم توفير 20 مقعد لهم وكذلك في اليوم الوطني تم توفير 89 دورة دخال بيانات ومعالجة نصوص جميل كيف ترون التعاون مع الجهات الرسمية من خلال تلك البرامج التي قمت بطرحها؟ الحمد لله تم تسهيل جميع الإجراءات مع المؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني الأستاذ خلف الرشيدي وتم طبعا الاتفاقيات كلها عن طريقه والحمد لله تمت بخير شكرا جزيلا لك أستاذ هدى الحرب مشرفة ومدربة في أكاديميات الوطن